أكثر من شهر وحجور تقاوم من أجل الجمهورية وتدافع عن نفسها ضد ميليشيا انقلابية أرادت فرض عبوديتها في زمن الحرية لكن حجور تركت وحيدة لم تجد غير حكومة لا تجيد حتى كيف تندد وعندما صحت قالت المعلوم بالضرورة حجور مدينة منكوبة اعتبار منطقة حجور منطقة منكوبة تستدعي تدخلات إغاثية وإنسانة عاجلة الأنباء الآتية من حجور تؤكد قيام ميليشيا الحوثي بتدمير القرى التي احتلتها بقوة السلاح فجرت المنازل قتلت واسرت وشردت الكثير من العائلات ورصدت إحصائيات رسمية مقتلى أكثر من ستين مدنيا بينهم أطفال ونساء ونزوح ما يفوق الأربعة آلاف مواطن كانت ميليشيا الحوثي قد فرضت حالة حصار خانقة على حجور وفق إحصايات متعددة فإن الحوثي لم يدمر المنازل فقط بل ممتلكات الناس بما فيها مزارعهم فضلا عن ممارسة عادته المفضلة زرع الألغام في الأحياء والطرقات الوضع الإنساني في حجور يتدهور كل يوم وسط صمت المنظمات الدولية فيما اكتفت منظمة أطباء بلا حدود بتغريدات تطالب بضمان وصول الإحتياجات الأساسية والخدمية للنساء والأطفال في الوقت الذي لم تجد فيه السلطة المحلية في محافظة حجة غير تكرير لداءاتها العاجلة لإنقاذ حجور وطالبت في بيانا لها الرئاسة والحكومة الإطلاع بالمسؤولية لإيقاف جرائم الحوثي الذي اجتاح القرى والأسواق حجور منكوبة تقول الحكومة بالحوثي الذي دمر كل شيء في طريقه لكن حجور ذاتها وفق صرخات ابنائها منكوبة بالحكومة التي اختزلت مشكلة حجور في قصة إنسانية رغم أنها قصة مقاومة من أجل حظ كرامة الشرعية وقبل ذلك حاجز صد للدفاع عن اليمن بكامله